أصدرت لجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الوزارية الخاصة بتسير الطوارئ نشرتها اليوم يتحول الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول في ولاية الحوض الشرقي تم تسجيل وفاة طفل جراء سقوط صاعقة راعدية ببلدية ينوان في مقاطعة النعمة أما في ولاية الحوض الغرب فقد تضررت عشرة عرشة بسبب العواصف والأمطار في قرية بوصفية ببلدية بن عمال التابعة لمقاطعة العيون وقد أنقذت فرقة الأمل المدني بمدينة العيون شخصين علاقة في مجرى مائي بقرية بوصفية بعد أن جرفت السيول سيارتهما وعلى مستوى ولاية تقالت جرفت مياه الأمطار جزءا من أرضية ممر يشتفى الجبل وبالتحديد عند نقطة الصعود بمقاطعة المجرية وقد تطلبت وضعية الممر تدخل الجهات المعنية وفي ولاية جيد ماغا انهار صد قرية كومبانضو ببلدية جوغنتورو في مقاطعة غابو ما تسبب في توقف حركة المرور بين القرية ومدينة غابو ترجمة نانسي قنقر